أعلام أعلام نزل فيهم قرآن جابير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ذات مرة مرض جابير بن عبد الله الأنصاري فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبينما هما يمشيان إذ وجد جابيراً قد أغمي عليه فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب عليه من وضوئه فأفاق جابر ولما استعاد جابير وعيه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يورث كلاله إذ كان له تسع أخوات ولم يكن له والد ولا ولد فقال يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءاً فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذا وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين أعلام نزل فيهم قرآن